مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر اللي انا مخذوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر في اله واحد ايماني واحد وملوه جهاني حبني ومت علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير نحتاج التفسير انا حشرح ليك وافصر ارضوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر انا انا مش كافر مشاهدنا الاحباء في كل مكان في العالم برحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج انا مش كافر موضوعنا النهاردة تحت عنوان الاسراء والمعراج بين الخرافة وتزوير التاريخ قبل ما نبدأ في موضوعنا هنصلي كما تعودنا في بداية كل حلقة نصلي لاجل بلادنا والاجل منطقتنا بصفة اخص نصلي لاجل الرسالة النهاردة ونصلي لاجل ان الرب يستثمرها ويستخدمها ان يكون سبب برقة وسبب نور وسبب معرفة للكثيرين نصلي ايضا لاجل رسالة القناة القرمة وكل الفريق العمل وكل القائمين عليها ان الرب يسدد كل احتياج خاص بالاستمرهية العمل وان الرب يستخدم القناة دايما لما يجد اسم الرب وامتداد ملك وطول خلونا نصلي يا رب قدي بنشكرك بنعظمك لانك اله محب لجميع البشر شكرا جدا يا رب لانك لست اله سفك الدماء ولا اله القتل ولا اله يا رب اللي هدفك ضلال الناس ولا اله يا رب اللي هدفك ان يكون الناس يا رب يتقتلوا تحت راية او تحت اسمك حيش يا سيدنا الرب لكن عرفناك انك اله صالح اله عظيم اله قدير اله محب شكرا جدا يا رب لان يدك ممدودة للكل تعامل كل الانسان يا رب كل البشرية وكل شخص يا رب بتحبه بصفة شخصية وبصفة خاصة ليس لديك محاباة او يا رب تمييز بين البشر لكن يا رب يدك مفتوحة وقلبك مفتوحة للجميع تحو الجميع وتتسع للكل شكرا جدا لانك يا رب في الوقت اللي وجدت فيه الانسان عاجز عن اصلاح نفسه عاجز عن تبرير نفسه عاجز عن انه يوصل الى حالة البر اللي تتفق مع قدستك صنعت انت يا رب واخدت المبادرة وصنعت طريق خلاص ونجاة من اجل تبرير الانسان من اجل نوال الانسان حياة ابدية ومن اجل ان الانسان يتحرر من سطوة الخطيئة وسلطة ابليس ويمتلك خليقة جديدة فيك يا سيدنا رب بصلي يا رب الناس تفتحنيها النهاردة وتشوفك بمفهوم مختلف عما تورسنا او عما يا رب وجدنا اباؤنا عليه او عما يا رب علمونا كده او قالونا كده يا رب من فضلك هذه العبارات ناس تتحرر منها وتبص يا رب لمصيرها الابد وتنتبه ان فيه خلاص وتنتبه ان عمر مكان الجمع او الكم هو اللي يخلص او ينجي لكن يا رب اللي يخلص وينجي هو عملك هي محبتك هو خلاصك اللي عادته في شخص المسيح سيدنا رب اذكر بلادنا يا رب اذكر بلادنا اللي تكود بويلات الحروب والخراب والدمار تحت راية اله دم و اله قتل يظنون انهم يقدمون خدمة لك يظنون انهم يرفعون رياتك او ينصرون اسمك لكن حاش يا سيدنا رب انت بريء من ذلك كله لانك انت بار شكرا جدا يا رب من فضلك اجذب الكسرين بربط المحبة من فضلك يا رب تعامل مع الكل صغير و الكبير تعامل مع البسيط والعارف تعامل مع الكل لان يهمك الكل يا رب لانك تريد ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق و تجبلون بصلي انك تسدد احتياج القناة بصلي انك تبارك اخوتي فرق العمل يا رب كل واحد في مكانه و موقعه بصلي انك تستثمر موضوع الحالة يا رب في جزئة الاول و جزئة التانية كن سبب برقة و افادة لكثيرين بصلي يا رب بالاجل خلاص اهلينا و خلاص اصدقائنا و معرفنا انك توصل بالخلاص للكل يا رب في اسم المسيح نصلي امين امين يحتفل المسلمون في كل مكان في العالم في يوم السابع والعشرون من رجب بذكرى تسمى ذكرى الاسراء و المعرق و الحقيقة انه مفيش صورة في القرآن تسمى صورة الاسراء و المعرق في صورة سميت لاحقا اه ربما عند الجمع التاني للقرآن في عادة عثمان او ربما في الجمع الاول في عادة اوبكر سمت لاحقا بصورة الاسراء لكن لها كان لها تسمية اخرى كما سنتعرض لهذه الامور وكانت تسمى صورة اسرائيل او بني اسرائيل وهي الذين يقرؤونها المسلمون الان على انها صورة الاسراء لكن ايضا ليس هناك في القرآن صورة تسمى صورة المعرق فالمعرق كلمة استدل عليها المسلمون من بعض الاحاديث التي سوف نورد ذكرها او في احتفالتهم بذكرى الاسراء و المعرق يؤمن المسلمون ان جبريل اتى محمد و اخذوا على دبة تسمى البراق وصار به قاطعا اكثر من 1400 كيلو الى بيت المجدس وهناك على الصخرة يذعم المسلمون ان كان هناك مسجد يسمى المسجد الاقصى ربط محمد دباتو او البراق في حلقة من حلقات ابواب مسجد الاقصى ودخل هو و جبريل وصل رقعتين للمسجد ثم اأم الانبياء جميعا وصل بهم اماما وبعد الانتهاء من الصلاة صعد جبريل ذات الستمائة جناح ومعه محمد على البراق ليقطع ملايين ملايين المسافات الى الاعلى منتقلا من سماء الى التالية وفي كل سماء يقرأ جبريل الباب وينادي من في داخل هذه السماء من جبريل ومحمد يقولون او قد بعث محمد يقول جبريل نعم انا قد بعث مع انه من شوية كان محمد يئم الانبياء في مسجد الاقصى فهل في المسافة التي قطع محمد في لحيظات قاطعا الى من السماء الاولى الى السماء الثانية وهكذا الى السبعة في هذا الوقت نسى الانبياء ان محمد قد بعث وانهم صلى بهم اماما في المسجد الاقصى فنسوا خلال هذه المسافة في رجوعهم الى كل واحد او كل نبي الى موضعه هناك من يسكن السماء الاولى وهناك من يسكن السماء الثانية وهكذا هل نسوا في هذه اللحيظات القليلة ان محمد قد بعث فبدأوا يسألون جبريل او قد بعث محمد وهل السماء لها باب لابد لجبريل ان يستأذن ويقرع على هذا الباب لكي يفتح ساكن السماء الاولى او الثانية الباب لجبريل ويؤذن له بدخول السماء ليرحب به من النبي الساكن في هذا الموضع وفي هذا المكان وتنتقل هذه الدبة الغريبة زوات الاجنحة من سماء الى سماء ثم تصعد الى صدرة المنتهى وهناك يكون بين يد الجلالة الله هذه القصة يؤمن بها المسلمين انها كتحدثت قل قليل يؤمنون انها قد حدثت في رؤية لي او قد حدثت في رؤية قلبية لكن الاقصرية مع التواتر الكثير الذي سوف نتناوله يؤمنون ان هذه القصة حدثت بالجسد وليس بالروح فقط لكنها حدثت بالجسد وبالفعل انتقل محمد في ليلة في دقائق وساعات قليلة من نومه اي ان كان المكان الذي كان نائم فيه محمد وسوف لا ترح السؤال واتمنى واتمنى ان اجد جوابا من اخوات المسلمين عندما اعرض الاحاديث التي تناولت حادثة الاسراء هل اسر يا ابو محمد من بيت ام هاني بنت ابي طالب اخت علي ابن ابي طالب ابنة عم محمد ابي طالب ويتقول انه كان نائما عندها ويمرأة كانت من المفترض ان تكون متزوجة لكن عندما دخلت الاسلام هجرها ذوجها وطرقها وذهب الى الشام لا ادري في هذه الليلة لماذا ذهب محمد وليست هذه الليلة فقط في ليالي كثيرة كان يذهب محمد ومنهم ليلة فتح مكة او ما بعد فتح مكة ليبات وينام عند ام هاني وهي في وسط الليل تبحث عن محمد الذي كان نائما عندها ولا تجده الا عند صلاة الفجر فالاسر يا ابو محمد من بيت ام هاني بنت ابي طالب ام برضو نفس الاحاديث واحاديث متوتر والغريبة لنفس القائل يعني مجمع هذه الاحاديث تنتسب الى انس ابن مالك مع قلة قليلة هنذكرهم لروات اخرون ام اسر يا ابو محمد كما قال ايضا على فم نفس الراوي انس ابن مالك من بيته وهو نائم فاخذه جبريل بعدما شق السقف ام اسر يا ابو محمد ايضا ونفس الراوي انس ابن مالك وهو نائم عند الحطيم في مسجد الحرام عند حجر اسماعيل او المنطقة التي تسمى حاليا بحجر اسماعيل او كانت تسمى بالحجر هل اسر يا ابو محمد من هذا المكان او من ذلك المكان او من ذلك المكان من لديه جواب يمكنه ان يدخل ويتواصل معنا ليفك هذا الاشتباك الذي تناول اماكن مختلفة يقول انس ابن مالك في عدة احاديث ان محمد قد اسري به الاسراء والمعراج قضية انشغل بها المسلمون وترتب عليها صراع لا اظن انه سينتهي قريبا صراع اصبح شعراته وقدسا وفلسطين وذهب لاجل هذا الصراع الاف القتلى نتيجة لحلم او رؤية او اسطورة او خرافة او تزوير في التاريخ قاله بعض الرواد في الزمن المدينة مع ان حسب الرواد ان هذا الحدث حدث في مكة وايضا سؤال اخر اتركه للمسلمون في بداية الحلقة ان كان الاسراء حدث في مكة فلماذا تأخر ذكره سواء من فم الرواد او سواء من الاحاديث التي تتحدث عنه الى ذمن المدينة لماذا لم يعلن محمد هذا صراحة في مكة لماذا لا نجد راوي واحد لهذا الموقف من الزمن المكي لماذا اجل هذا الاعلان ورواه انس ابن مالك ذات العشر سنوات عندما ذهب محمد الى المدينة يعني انس ابن مالك لما محمد راح المدينة كان انس ابن مالك نفسه عنده عشر سنوات واقيلة ثمان سنوات طيب اعبال بقى انس ابن مالك يدرك ويسمع ويفهم ويحفظ وينقل ويروي ويكلم ويحدث بعتقد ويسمع من محمد ويقعد في المجلس ويسمع ويكون هو المتحدث الوحيد الحصري والشخصي لمحمد في رواياته عن الاسراء والمعراض لماذا تأخر هذا الى الزمن المدينة ولماذا اصبح انس هو اغلب الاحاديث او اظن واللي يقدر يرجعني يرجعني 90% من الاحاديث المروية عن الاسراء والمعراض رواها انس ابن مالك حاجة تلت لما محمد راح المدينة كان انس ابن مالك ذات عشر سنوات او ثمان سنوات يعني لما كبر شوية يعني بدأ انس ابن مالك على الاقل على الاقل يدرك ويحفظ ويعقل ويفهم ويسمع بعتقد ربما يكون كان عنده 14-15 سنة عشان يقدر يحفظ هذا الكم من الكلام اللي قاله محمد ويرويه يعني انا بتكلم انه كان محمد في المدينة تجاوز الخمس سنوات او الست سنوات قبل وفاته بثلاث اربع سنين ليه سمت محمد طول الوقت ده ليه ما فيش حد من صحابته في مكة روى الاسراء والمعراج نيابة او بدلا او مع انس ابن مالك اظن في مادة القانون برضو ده سؤال ثالث اطرحه قبل ما نبدأ الحلاة اظن انه في مادة القانون اذا تضاربت الروايات واختلفت روايات الشهود سقطت القضية وحفظت يعني بمعنى لو فيه قاضي وفيه متهم انا بشبه لكم يعني موجود في قفص والمتهمين تضاربوا في الروايات وبدأوا يقولوا احداث وروايات عكس بعضها البعض او مختلفة عن بعضها البعض بعتقد ان القاضي ده وبعتقد انه وهو يملك ضمير صاحي ضمير صالح هيحكم بفساد القضية لكن فكان بالاحرى لو الشاهد وحده يعني انا بعتبر لو فيه قاضي وموجود قدامه انس ابن مالك وبدأ يروي الروايات وشوية يقولنا انه حدث في بيت امهاني وشوية يقولنا انه حدث من منزل النبي وشوية يقولنا انه حدث والنبي كان نايم في المسجد الحرام وشوية يقولنا انه جبريل جال وحده وشوية يقولنا لا ده جيه جبريل ومعه ميكائيل وشوية يقولنا لا ده جيه جبريل ومعه ثلاثة لما تختلف الروايات دي لشخص واحد يا عم اعقل يا عم ثبتلي على رواية وللأسف والأغرب والاعجب أنه لما قاعدت تتبع الإرواية دي كلها لئت وهذا صحيح وهذا بسنة صحيح وهذا قد صححه فلان وهذا ذكره البخاري وهذا في أعلى درجات الصحة طيب أنا أسمع أنس بن مالك أنه محمد أسر يبيه من بيت أم هاني وأن أسمع أنس بن مالك نفسه أنه محمد أسر يبيه وهو نائم في بيتي وأن أسمع أنس بن مالك نفسه ومحمد أسر يبيه وهو نائم في المسجد الحرام واللي أسمع أنس بن مالك وهو بيقول أن جبريل جاء له لوحده واللي أسمع أنس بن مالك وهو بيقول أن جبريل جاء ومعاه ميكايل أو ميكيل أو أسمع أنس بن مالك هو بيقول أنه جم تلاتة وأسمع أنس بن مالك أن جبريل خده على طول ركبه الدب واللي أسمع أنس بن مالك أن عمله عملية جراحية وطلع القلب ونظفه وغسله وطلع الحتة السودة اللي فيه وبعد كده خيط وأصر الخياطة انتهت ومحمد قاعد يتفرج على اللي بيحصل لي وبعد ما عمل العملية الجراحية خده على الدب وركب معاه وطرب معاه أنا أسمع أنس بن مالك فين حددول رواية أسمعوا فين من الرواية دي مش هدوقه كتير هندخل في موضوع الحلقة لكن قبل ما أدخل في موضوع الحلقة القرآن له ترتبين ترتيب متعارف عليه وهو اللي موجود في كتاب القرآن المتداول بين هيد المسلمين الآن حيث يبدأ بصورة الفاتحة تلاها صورة البقرة ثم آل عمران والنساء والمائدة وهلوم ده الترتيب المتداول وده المسلمين كلهم أو غالبية كبيرة ما يعرفوش أي حاجة عن القرآن إلا بناء على هذا الترتيب وده المسلمين بيقدموا للعالم ويقدموا كأنه كتاب واحد ونزل في فترة واحدة ومحمد سهر بالليل كده والسيدة عائشة بتعمله حاجة يشربها فراح كاتب الكتاب كله ذات الستة الاف ميتين وستة وتلاتين أو ميتين اتنين واربعين آية لا هو مش كده خالص زي ما قلت إنه حادثة الإسراء والمعراج ذكروا معيني مفيش صورة اسمها المعراج يعني بداية كده نشطب من ذهننا إنه مفيش صورة خالص اسمها المعراج لكن خلينا نمشي مع كلام المسلمين إنهما بيستندوا على المعراج من صورة النجم ماشي خلينا نمشي معهم وتاتا تاتا كده خطوة خطوة مع بعض نشوف الموضوع ده ونشوف إنه فيه ورطة كبيرة قوي 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 المسلمين شمن المنتبهين ليها البعض القلة المثقفين بيحاولوا يهربوا منها لكن أنا أزعم وأظن وأكاد أجزم إنه 80% من المسلمين مش منتبهين للورطة دي أخي المسلم من فضلك اسمعني بهدوء وافتح ذهنك معايا وافتح ودنك ورجع الكلام اللي بقوله وامش ورايا خطوة خطوة انسى شوية الترتيب اللي موجود في المصحف أو كتاب القرآن وروح لترتيب القرآن تقدر تطلع عيسى وادخل على موقع الأزهر نفسه وقول ترتيب اكتب كده ترتيب القرآن حسب النزول من فضلك ما تنساش المعلومة دي ترتيب القرآن حسب النزول ترتيب القرآن حسب النزول وبص لموقع صورة النجم اللي المفروض أنت بتقول عليها أن هي دي الصورة اللي بتثبت المعراج وروح لترتيب صورة الإسراء وشوف أول افتتاح هذه الصورة اللي انت بتقول عليه أن ده بيثبت الإسراء عايزك تشوف ترتيب صورة المعراج وعايزك تشوف ترتيب صورة الإسراء دي رقم واحد دي المفاجأة الأولى والمفاجأة التانية عايزك تشوف في صورة الإسراء نفسها ترتيب الآية الأولى سبحان الذي أصر بعبدية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دي الافتتاحية بتاع الصورة وعايزك تشوف بقى الحوار اللي كان بين محمد وأهل قريش على رأسهم النظر ابن الحارس وعطبة وشام ابن الحكم وغير وأبو صفيان ومجموعة كبيرة جدا كان بيتحدوا محمد أنه يجيب لهم أنه هو يجيب لهم آية أو يرتفع للسماء أو ينزل كتاب أو يفجر أو دي أو يعمل قصور أو يعمل جنات فيها عنب وفيها حاجات عايزك تشوف ترتيب الآية الأولى اللي بتتكلم عن الإسراء ده رقم واحد نحن نملكم في الصورة واحدة بقى في الصورة واحدة في الصورة واحدة والحوارات اللي دارت بين محمد وأهل قريش في آية 59 هنقولها بعد شوية ونظهرها على الشاشة وفي آية 90 و91 ولاحظ التناقض الغريب ما بين آية واحد وآية 59 وآية 90 رحظ التناقض الغريب ما تقوليش بقى أن آية 59 في صورة الإسراء نزلت قبل آية واحد يبقى ده كلام يعني متأسف بتتحقوا بيه على الناس وما تقوليش المفاجأة الثالثة أن ترتيب صورة النجم أو النجم أو النجم هي في القرآن حسب ترتيب النزول انسى ترتيب المصحف ترتيب صورة النجم في القرآن حسب ترتيب النزول رقم 23 وترتيب صورة الإسراء حسب ترتيب النزول رقم 50 طيب يا محمد يا جبريل ياللي بتدي القرآن لمحمد ليه في صورة النجم قلتي بس عن المعراج وسكت واستنيت فترة زمنية لأن صورة المعراج 23 ويسبقها ما يسمى بقصار الصور يعني شوات صور صغيرين كده آيات صغيرة لا تتعدى ست سبع آيات يعني بعتقد أن صورة النجم مش بعتقد كتير جدا من الشراح بيقولوا أن صورة النجم ما يوافق سنة خمسة هجرية أو ستة هجرية وأن صورة الإسراء لأنه برضو هما مختلفين في التاريخ قيلة أنه سنة قبل البعثة يعني سنة 12 من السنة قبل الهجرة يعني سنة سنة 12 من البعثة وقيلة أنها ستة عشر أشهر يعني سنة 11 من البعثة يعني قبل سنتين أو قبل 16 شهر من الهجرة طبعا مش يقف عند حتة اختلاف التاريخ لكن ليه جبريل سبت أهل قريش يعيره محمد ويتحدوه ويقولوله هتلينا آية هتلينا معجزة تدلل بيها على نبوتك وتبرهم بيها على نبوتك ليه جبريل سبته في المعايرة دي وصمت مع أنك أنت في سنة 6 هجرية ادت له سورة النجم ليه بقى سبتم متعلق كده لحد سنة 11 عشان تدي له آية واحدة آية واحدة في سورة الإسراء مع أن سورة الإسراء كلها كلها بتتكلم عن بني إسرائيل طيب هنشوف فيديو وهرجع أستعرض معاكم ترتيب الحوار حسب ترتيب الصور حسب ترتيب النزول اللي كان ما بين محمد وأهل قريش ونشوف المسلمين بيحاول يطلعوا من الورطة دي ونشوف طريقة الطلوع بتاعتهم من الورطة دي مقبولة ولا مش مقبولة منطقية ولا مش منطقية هنشوف الأول فيديو رقم اتنين للدكتور يوسف زيدان وهو كان له حديث شهير جدا سنة 2015 مع خير رمضان اتقلبت بيت دنيا وطلع الناس كتير جدا ترد عليه واعتبروا ان هو صهيوني وفيه اللي قفروا وفيه اللي اعتبروا هارتك وفيه وفيه نشوف الكلام بتاعه ونشوفه منطقي ولا لا وانا هرجع أعلق عليه وبعد كده هنشوف الدكتور علي جمعة بيرد عليه ازاي شوف فيديو رقم اتنين لو امكان الدكتور اتفضل سورة النجم يا قائل بهذا القول قول لي رقمها كان في تسلسل نزول صور القرآن نعم رقمها تلاتة وعشرين يعني هي الثلاثة وعشرين انا برضو قبل ما اجي فتحت المراجع وتثبت من بعض الحاجات عشان الناس اللي تراجعوا ورايا نعم يعني القرآن فيه مكي وفيه مدني كويس اي وفيه ترتيب للنزول والقايمة دي بالمناسبة هي القايمة بتاعة الأزهر كمان يعني فيه بعض اختلافات طفيفة جدا لا يعتد بها انما كل علماء الاسلام بما في ذلك الأزهر أقر بهذا التنديل نعم سورة النجم هي السورة رقم تلاتة وعشرين سورة الإسراء هي السورة رقم خمسين تمام يعني شوف بينهم قد ايه عدد كبير من الصور وزمن فهل القرآن هيتكلم عن المعراج وبعدين يستنى كم سنة وبعدين يتكلم عن الإسراء لا استطيع الرد ربما العلم اللي لا دنيا العلم الإلهي حاجة تانية نعم لو سيادة الدكتور أخذ بالحجة دي هيحط النفسه في وقت كبيرة جدا ليه لأن سورة النجم معروفة نعم هو النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى نعم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى إلى آخر النص وبعدين يقول ما كذب الفؤاد ما رأى ده معناه إن إحنا في مشهد هنا رؤياوي بالقلب مش بالفعل نعم ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يبقى هيعف مطب إن الإسراء والمعرض ما زر البصر وما طغى هنا البصر ولقد رأى من آيات ربه الكبرى وبعدين رح قالي الرؤية دي تمت بإيه بالقلب قالي القرب وقالي البصر نعم نقول الآية كلها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فخد بالك دنى مش معراج مع المعراج عكس النوع التدلي يبقى دي مشكلة وبعدين يكمل وَلَقَدْ رَقَاهُوا نَزْلَةٍ أُخْرَى عَنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَقْرَهُ نعم بس بيصف الرؤية دي بإنه ما كذب الفؤاد ما رأى يبقى هي رؤية قلبية ده خنف متاه تاني وبعدين دي الآيات اللي فيها المشكلة اللي قال عليها الطبري الطبري يعني من أكبر مؤرخ الإسلام اللي حصل فيها الآيات الشيطانية السيتانيك فارسيز اللي عمل عليها الراجل ده سلمان روشدي نعم اللي رؤية بتاعته لأنه كان ترتبها وده اللي مذكور في المصادر الإسلامية ولقد رأى هون عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى أفرأيتم اللاتة والعزة عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتي هن لترتج فقالوا الصحابة يا رسول الله تمدح آلهة قريش قال هذه آيات أدخلها الشيطان علي واستبدلت أو نسخت بالنص الحالي اللي موجود أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الزكر ولكم الأنثى تلك إذن قسمة نضيزة طيب أولا سورة الإسراء ما كانتش نزلت نعم فإزاي المعراج نزل قبلها؟ أنا نفسي بدون تعصب وبدون دفاع بدون علم أو معرفة أو بحث نقف عند الأسئلة دي سورة النجب سورة رقم 23 بعتقد في سنة خمسة هجرية أو ستة مش هجرية سنة خمسة من البعثة أو ستة من البعثة يلوها بعد سنين سورة الإسراء اللي هي فيها آية واحدة سبحان الذي أثر بعبدين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دي سورة رقم 50 يعني بنتكلم في سنة 11 من البعثة أو سنة 12 من البعثة نحن نعرف أن البعثة تمت في سنة 13 لأنه آخر 12 فإحنا عندنا مشكلة الفرق الزمني ده هل سورة النجب اللي أنتوا بتستدلوا فيها عن المعراج سبقت سورة الإسراء وانتظر جبريل ومحمد عمالي تعاير تحت والناس عمالي تقول له ودينا دليل اثبت على نبوتك انتظر سنين هذه عددها ويجيلوا بآية واحدة آية واحدة في افتتاحية صورة ما بتتكلمش عن الموضوع ده خالص ما بتتكلمش بالمناسبة صورة الإسراء صورة مكية هي رقم 50 زي ما اسمعنا الدكتور يوسف زيدان وروح لأي مصدر روح لأي مصدر هتلاقيها رقم 50 في ترتيب نزول الصور ولكده حديث عن عائشة حدثنا حماد بن زيد عن مروان ابن أبي لبابا سمعت عائشة تقول كان رسول الله يصوم حتى نقول ما يزيد أن يفطر ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والظم يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والظم يا مسلم في صورة في صور القرآن اسمها بني إسرائيل لا يبقى كانت بتوصد يا عائشة صورة الإسراء صورة الإسراء كان اسمها صورة بني إسرائيل حديث آخر عن عبد الله بن مسعود أن كان الرسول وعبد الله بن مسعود نفسه كان بيسألوا عن حاجة قال لهم هي في بني إسرائيل والكهف هو مريم يعني الصورة دي كان اسمها بني إسرائيل ده مش كلامي أنا هزبط لكم بعد شوية بفيديو لكن ده كلام ابن كثير تفسير الحديث والعظيم للقرآن لابن كثير يعني الصورة نفسها كانت اسمها بني إسرائيل فيجيب لي آية واحدة في افتتاحية الصورة وبعد كده الآية اللي وراها على طول ما بتتكلمش أي حاجة خالص يعني آية رقم اتنين على طول وقاتينا موسى الكتاب واجعلناه هدى اللي بني إسرائيل يا عم طيب ما استفيد برق الراجل قولي أهد دليل أنا بسكتكو يا أهل قريش أنا بديلكو دليل يقفل أفواهكم لكن تدي لي آية في افتتاحية صورة طويلة والآية اللي وراها موضوع مختلف لطريق مختلف لشخصية مختلف وتستكمل الصورة هذا المنهج في موضوع مختلف تماما تماما في ورطة في مشكلة بخلاب بأن صورة النجب هي فيها الآيات اللي ذكرها الدكتور يوسف زيدان اللي محمد تكلم عنها إن الشيطان وضع هالو وبعد كده تنسخت وبعد كده نزل آية في صورة الحج قالوا كده ما من نبيين إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ويعني ده أنت مش الأول واحد ده كل الأنبياء كان الشيطان بيعمل كده في كلامهم وفي أحلامهم وفقارهم وفي إلهامهم فبرق نفسه معلي معلي طيب المسلمين بيطلعوا إزاي من الورطة دي هنشوف فيديو اللي هو رقم اتنين للدكتور علي جمعة بيرد على الشيخ على الدكتور يوسف زيدان إزاي وهقول لكم بقى على المفاجأة اللي الشيوخ المسلمين مش منتبين لا منتبين بس ما بيروحوش ناحيتها وعلي جمعة ما رحش ناحيتها هشوف إزاي بيتحجج على حتة ترتيب الصور دي وما قدرش يقدم ولا دليل ينسب بي إلا كلام واسترسل كلام ملوش أي سند ملوش أي دليل ملوش أي حاجة تثبته أو كلام بيحاول رجل بيحاول يطلع من ورطة موجودة اسمها ترتيب صورة النجم تلاتة وعشرين ترتيب صورة الأسراء الأسراء خمسين ده بيتكلم عن حاجة وده بيتكلم عن حاجة خلينا نشوف علي جمعة أو الدكتور علي جمعة بيرد على الشيخ يصف زيدان بيقوله علشان الناس تبقى معنا بس وجمهور الناس يفهمنا واحد وعشرين أو تلاتة وعشرين وخمسين ملهاش دعوة بالنزول ده ليها دعوة بالتمام بالتمام آه صورة النجم صورة الأسراء نزلت نفرد يعني مثلا يعني علشان نعم يوم السبت نزل منها إيه صورة الأسراء كبيرة نزل منها تلات آيات الأولانيين يوم السبت مين اللي كان بيعمل الحكاية دي سيدنا جبريل على مدى تلاتة وعشرين سنة من ابتداء الوحي هو لما بدأ الوحي بدأ إزاي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وباس قدل لنزل طب وما لبقيت الصورة دي اللي قاعدين نعمل آه دي نزلت بعد كده ده ممكن يكون بعضها نزل أثناء صفر وممكن يكون بعضها نزل في السماء وممكن يكون بعضها نزل في المدينة طب ما عندكوش تسجيل 636 آية فيه الحكاية دي القرطبي والنحاس وغيرهم بيقولوا ده من أمحل المحال انت عارف مين اللي يقولك عليها مين اتنين في الكون سيدنا النبي وسيدنا جبريل نعم في الكون أما الخالق الذي أنزل يعني علي جمعة بيقول ما فيش ما يزبط ما يزبط أن الآيات دي نزلت إمتى بس هو متفق أنه تتميم صورة النجم في رقم 23 وتتميم صورة الإصراء 50 عشان تفهموا بس أنا عارف أن في بعض إخواتنا المسحيين بيتفرجوا علينا وعايزين يفهموا وفي بعض المسلمين اللي إسلامهم شعبي مش فاهمين الموضوع فعايزين يفهموا علي جمعة بيطلع من مطب ده ازاي وبيوقع نفسه في مطب يعني طلع من مطب وبيوقع نفسه في مطب بيقول إيه بيقول أنه آيات نزلت من صورة النجم يوم السبت في نفس اليوم آيات تانية نزلت من صورة الإصراء يوم السبت فجبريل يجي يسمع محمد أو يحفظه محمد نعم يا جبريل قول ورايا يقول وراه يقوله إيه يسجل في ذهنك أن دي طبعا صورة اسمها النجم هتكمل بعد شوية ماشي يا جبريل ويجي له آخر النهار محمد نعم يا جبريل قول ورايا يقول وراه إيه دي بقى يقوله سجل في ذهنك للآيات دي تبع صورة اسمها الإصراء لسه بدري عليها هنكملها بعد شوية بعد شوية بعد شوية يجي يوم الخميس محمد نعم يا جبريل سجل في ذهنك إيه آيات طب أودها فين دي يا جبريل في صورة النجم ولا صورة الإصراء لا يقوله اقفل النهاردة صورة النجم وفاكر الآيات قبل كده اقفل مع بعض النهاردة النهاردة اتقفل صورة النجم فأصبح ترتبع تلاتة وعشرين ويمشي بقى يكمل صورة الإصراء لحد ما يوصل لليوم الفلاني يوم الخميس في الأسبوع اللي بعدين أنا بدي لكم مثال يعني مثال يوم الخميس في الأسبوع اللي بعدين طبعا فيه فرق سنوات يعني بعد سبع سنين أو ست سنين يجي له جبريل يروح سمع له الباقي احفظ محمد ايه فاكر الآية اللي ادتهالك سنة خمسة اللي كانت سبحان الله الذي أسرى بعبدين من المزل اه فاكرها 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 اه ضمها معدول واختم وقفل صورة الإصراء ده اللي بيقوله الشيخ علي جمعة في ورطة هنا بقى يا شيخ علي جمعة لو قبلنا لو قبلنا الفكرة اللي انت بتقولها دي عشان تطلع منها من ورطة ان تتميم صورة النجم كان تلاتة وعشرين وتتميم صورة الإصراء خمسين لكن كانت فيه آيات رايحة جاية في النص فربما الآية رقم واحد بتاع الإصراء نزلت قبل ما تتم صورة النجم بس شوية راح جبريل متمم صورة النجم وفضلت صورة الإصراء متعلقة لحد ما يكمل ربما ربما لكن فيه مشكلة بقى طب هل الكلام ده ايضا ينطبق على ترتيب الآيات جوه الصورة يعني هل جبريل ممكن ينزل لمحمد ويدي لمحمد آية رقم تسعة وخمسين قبل آية واحد الشيخ على جمعة ما جابش سيرة في الحتة دي يعني ممكن يدي له آية رقم تسعة وخمسين وبعد سنتين يجي يقول له محمد ايه جبريل اسمع الآية دي سبحان الذي أصر بعبدين من المسجد الحرام ايوة حطها بقى رقم واحد في الصورة اللي ادتلك فيها آية رقم تسعة وخمسين اللي هتبقى ترتبة خمسين ايه ايه الفوضى دي ايه الفوضى دي دي فوضى دي فوضى دي فوضى تعالوا نشوفوا المفاجأة بقى لو كان لدى محمد حجة ودليل وآية عن إسرائي ومعراجه وده تم في صورة النجم رقم تلاتة وعشرين وتم في افتتاحية صورة الإسراء آية واحد رقم خمسين تعالوا نشوفوا المفاجأة دي اهل القريش كان يطلبون ادلة لو الكلام ده يظهر على الشاشة هأرى لكم حاجة عملناها بالترتيب كده اهل القريش كان يطلبون ادلة النبوة من محمد هنرى هنرى كيف اظهر القرآن هذا الحوار ما بين اهل القريش وما بين محمد حسب ترتيب الصور حسب ترتيب النزول مش ترتيب المصحف حسب ترتيب النزول رقم واحد لو نقدر نطلع الجزئية دي على الشاشة وتبقى ظهرة رقم واحد زي ما قلت نعلم ان حادثة الاسراء وقعت تقريبا في سنة عشرة وفيه ناس بتقول حداشر وفيه ناس بتقول اتناشر بعد البعثة وانا صورة الاسراء التي تروي الحادثة تسلسلها هو خمسين حسب الترتيب رقم اتنين حادثة المعراج معاني ما فيش صورة اسمها المعراج جاءت في صورة النجم وترتيب نزولها هو رقم اربعة عشرين في السنة الخامسة بعد البعثة يبقى بقى نفهم ان فيه مشكلة المشكلة دي النجم بتروي واقعة المعراج قبل حدوسها او قبل الاسراء بخمس ست سنين المسلمين بيخرجوا ازاي خرجوا زي ما سمعنا الشيخ علي جمعة طيب رقم ثلاثة بقى لو نزه رقم ثلاثة في الترتيب ده صورة الاسراء نفسها صورة الاسراء نفسها آية تسعة وخمسين بتقول ايه في آية هنا بتقول او بتخاطب رد من اله القرآن لمحمد على اهل قريش اللي زنقينه الدن علامة الدن علامة آية تسعة وخمسين بتقول وما منعنا ان نرسل بالآيات الا انكذب بها الاولون وما منعنا اله القرآن بيقول له محمد ومحمد بسمى اهل قريش وما منعنا ان نرسل بالآيات الا انكذب بها الاولون دي آية رقم تسعة وخمسين لازمتها ايه الاية دي لو في اية رقم واحد بتقول سبحانه الذي أصر بعبديه من المسجد الحراب طب هلأ الآية دي بتقول إيه إنه قل لهم أنا الله مش هيديني آيات آياتنا يعني معجزات ليه لأن الأولون كذبوا موسى وعيسى ونوح وابراهيم فما لايش لازمة بقى الآيات طب ما الآية دي بتناقض رقم واحد في سورة الإسراء ولا يا شيخ علي جمعة يمكن آية تسعة وخمسين نزلت قبل آية رقم واحد ده سؤال علامة استفهام أتمنى أن الكلام ده يوصل لي ويرد يكسب فيه سواب ويرد علي في الموضوع ده ندخل شوية في سورة الإسراء آية تسعين وتلاتة وتسعين في سورة الإسراء وقالوا ده مشركي أو قفار قريش وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجروا لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي الله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من الضغر أو ترقى السماء ترقى السماء يعني تصعد للسماء ولن نؤمن لك لرقياك حتى تنزل علينا كتابا كامل مش آيات متفرقة كتابا نقرأه محمد رد عليهم بيقول لهم قل سبحانه ربي هل كنت إلا بشرا رسولا منتبهين الآية دي رقم تسعين وتلاتة وتسعين في صورة الإسراء بيقولوله إيه بيقولوله تلاتة أربع طلبات هنا طلبة الأولى أو القدم يعني طلبين منه أربع دلائل الدليل الأول فجل لنا من الأرض يا نبيع هنصدقك يعني تعالوا في صحراء الصحراء بتاع مكة وقول كده امسك عصاية زي ما عمل موسى في سيناء وضرب الصخرة طلعت منها يا نبيع ماء انت كمان بعصاية بقى أو بحبل مش فرق الموضوع أو فرق الوسيلة لكن تعالوا في صحراء مكة واعمل إيه وفجر لنا يا نبيع مية هنصدقك لو عملت كده أو تطلع من الأرض دي الصحراء القحط دي تطلع منها إيه نخل وعنب وأنهار أو انت قلت بقى في مرة كده وانت واقف تدع علينا هنزل عليكم السماء طب نزل علينا السماء خلي السماء تنزل علينا أو رقم دي رقم ثلاثة أو رقم أربعة أو بقى ورر لنا كده مش انت عمال تقول إن جبريل طلع نازل ورر لنا خلينا نشوف الله و جبريل والملائكة رقم أربعة أو يكون ليك بيت منذ غرف ورنا يا عم اعمل لك أصر ابني لك أصر كده ورنا الأصر بتاعت دي انت ساكن يعني انت كنت أصلا متزود أو في الوقت ده كان لسه خديجة دي انت يعني كنت شغال عند خديجة وكنت بطرعة غنم قريش أو غنم مكة بقراريت فقير يعني وسبب الغنة اللي انت فيه تجارة خديجة فقررنا ما أبيت منذ غرف كده أو رقم خمسة دي كلها تحديات ما بين أهل قريش ومحمد في آية تسعين وواحد وتسعين واثنون وتسعين وتسعين في صورة الإسراء الصورة لرقم واحد بتقول سبحانا الذي أسرى بعبدين من المسجد الحرام إلى المسجد يا أخي ما تجاوبهم ما تقول لهم رقم واحد انت قدامهم الآية الأولى طب ما قلت لهم ما تقول لهم أنا قدمت لكم الدليل هو أن أنا أسر يبية ليه القرآن بينفي هنا أو رقم خمسة هم طلبوا منه متأسف خمس أدلة أو ترقى إلى السماء تصعد للسماء احنا سمعنا عن إلي واليهود قالوا عن صعود واحد اسمه أخنوخ احنا بقى والمسيحيين بيكلموا عن صعود المسيح احنا بقى عايزين نشوفك طلع السماء ما يقول لهم أنا طلعت وكان عنده هنا في صورة الإسراء كان عنده إلي كامل حسب كلام الشيخ علي جمعة كان عنده صورة النجم كاملة قدم ليهم يا أخي صورة النجم سد أفواهم وقفهم عند حدهم اقرأ قدامهم صورة النجم وقلوهم أهو أنا طلعت والدليل أهو وصفلوهم بقى وحطوهم في مطب وطبعا كلهم رايحين تجارة للشام وعدوا على المنطقة دي فحفظنا شارع شارع وضرب درب قدم لهم الدليل ولا نؤمن لرقياكا مش هنؤمن لصعودة حتى تنزل علينا يعني لما تطلع للسماء ما تجيش في يوم وليلة كده وانت نايم تقول أنا طلعت من السماء لا أنت تطلع من السماء وتجيب لنا كتاب كامل ليه بيقولوا له الجملة دي لأنه نما موسى طلع الجبل نزل بلوحي الشريعة كاملة قدم لنا حاجة زي موسى أو قدم لنا حاجة كاملة زي تلميذ المسيح برهان واضح برهان ظاهر ما تقعدش يتنام وتصحى وتقول لنا آيات لا احنا 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 عايزين الكلام ده احنا أسدزة في الشعر احنا عايزين منك برهان واضح أو حتى تنزل علينا كتابة نقرأه رد محمد عليهم ازاي بقى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى مفروض موجودة صورة النجم يعني صورة النجم موجودة ياخد دلهم الدليل لأن هنا الإسراء خمسين وصورة النجم ثلاثة وعشرين يعني موجودة وكملة وموجودة ومستوفية وزي الفل قدم لهم الدليل بصوا بقى كلام محمد كل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسولة يعني ده أنا إنسان هجيب لكم الحاجات دي منين أنا ما عنديش حاجة هقدمها لكم أنا مجرد بشر رسول هذا تصريح وأعلان ليقبل الشك من القرآن أن أي معجزة ملموسة لم تحدث وخاصة أو ترقى إلى السماء أو تصعد إلى السماء يعني الآية دي يا أخي يلي رتبت القرآن يا أخي يلي رتبت القرآن هو أنت رتبت القرآن ومش فاهم أن فيه حاجات متنقضة مع بعض وبتضرب بعض يعني يلي رتبت القرآن وجيت عندي آية تسعين أو آية تلاتة وتسعين في الإسراء ما لاحظتش أن الآية دي تضرب الآية رقم واحد ما لاحظتش أن دي بتناقض الآية رقم واحد ما لاحظتش أن الآية دي بتناقض آيات سورة النجم ولا كان ترتيب عشوائي ولا كان فيه حد عايزه ورطه ولا الآية أصلا بتاع صورة الإسراء اضافت بعد كده ما كانتش موجودة ونبدأ صورة الإسراء أو صورة بني إسرائيل من الآية رقم 2 وهي بتتكلم عن موسى وبني إسرائيل ما دي أسئلة أنا أنتظر فيها جواب وأنا عارف إن فيه مسلمين كتير بيشوفنا وشيوخ كتير أنتظر جواب طيب رقم 5 مفاجأة 5 للشيخ علي جمعة مفاجأة رقم 5 ترتيب صورة الإسراء رقم 50 وترتيب صورة النجم أنا عمالة قرر رقم 23 يعني فيه 26 صورة في النص فيه 26 صورة أو 25 صورة أو 27 صورة في النص بينهم كلام محمد هل كنت إلا بشرا رسولا يستمر أهل قريش في المحاججة مع محمد أدم لنا دليل أدم لنا دليل أدم لنا دليل لو كان بين يدي محمد صورة النجم وهي تتكلم عن معراق حقيقي حدث لمحمد لماذا لم يقدم محمد لأهل قريش صورة النجم ليه قرآن نفسه بينفي أن لمحمد معجزة أو معجزات وأنه ببلاطة كده ومن الآخر قلوهم يا محمد مش هنزلكوا آيات ومش هقدم لكم آيات ليه؟ لأنه اللي قبليكم ما صدقوش الآيات بتعموسة وعيسى فأنا اللعبة دي بطل تلعبها مش هقدم آيات تاني رقم ستة صورة يونس ترتب نزولها 51 يعني بعد صورة إيه؟ الإسراء في الآية عشرين مش واحد ولا اثنين ولا خمساشة ولا عشرة في الآية عشرين نفس الحوار والمحاججة بين أهل قريش ومحمد ويقولون لو لا أنزل عليه آية آية هنا مش مقصود بيها آية تتقري آية هنا المقصود بيها معجزة لو لا أنزل عليه آية قل يا محمد فقل قل يا محمد إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين يعني بقى إيه؟ أنا وانتوا كده نقعد ننتظر يفرجها ربنا علينا بآية ده في صورة يونس أهل قريش بيطلبوا معجزة أو آية من محمد لو كان لدى محمد القصة حقيقة بتاع المعراج أو الإسراء لو كان القصة حقيقة قدمها لهم لكن رد محمد القرآن بيقوله إيه؟ قل يا محمد إنما الغيب لله أو الغيب لله طيب أنت فيه؟ فانتظروا إني معكم أنا زيقه أنا زيقه هقف معاكم كده ننتظر يمكن يلعم علي ربنا بآية إني معكم من المنتظرين هذه الآية نزلت في صورة يونس كتبت في صورة يونس صورة يونس رقم 51 يعني بعد صورة النجم اللي أنتوا بتقولوا إنها صورة المعراج بكم صورة؟ ب27 صورة يعني بعدها بأيه؟ بعدها بحوالي 8-9 سنين يا أخي قدم لهم الدليل ليه تقول لهم إني معكم من المنتظرين طيب نكمل نروح لرقم 7 رقم 7 تتكلم عن صورة هود صورة هود ترتيب نزولها 52 بيقول إيه في الآية 12 فلعلك ده عتاب بقى تارك بعض ما يوحى إليك وضائك به صدرك يعني أنت مدائق بقى يا محمد وهم نزلين محاججة وعملين يقولولك أدينا دليل أن يقولوا بدأ أهل قريش القرآنين بيعرض أو بيعرض عبارات أهل قريش أن يقول لو لا أنزل عليه كنزا أو جاء معه ملك أن هم بيقولوله كده القرآن بيقوله إيه باه إنما أنت نزير والله على كل شيء وكيل يعني محمد انثى مش هتقدم ليهم معجزة حسية أنت مجرد شخص اسمك إيه نزيره بس اللعب أنا نزيره بس في صورة الأنعام ترتيب نزولها خمسة وخمسين الآية تمانية يستمر المحاججة بين أهل قريش ومحمد ومحمد عمل إيه متورط ومش قادر يقدم لهم معجزة فلو كانت الإسراء والمعراج موجودة بالفهم اللي بيفهمه المسلمين دلوقتي كان محمد قدم لهم قدم لهم برهان وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون يقوله هنا بقى هم بيقولوله ما توررنا الملاك اللي نزل عليك يا محمد القرآن بيقولهم إيه لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر يعني لو ملك نزل هيقتلهم أو هيؤضى عليهم تب ليه تؤضى عليهم يا عم ده هم طلبين برهان ناس عايزة تصدق واحد في يوم وليلة قال لهم أنا نبي وكان بيرعالهم الغنم بقراريت بعد شوية قال لهم أنا نبي هم طلبين معجزة ما تقول يا محمد أن جبريل نزل علي وررهم لمحة أو صورة هو مش في صورة قال عمران وصورة الأنفال بتقول أن فيه تلات تلاف ملاك وفي صورة الأنفال ألف ملاك نزل في بدر هو ما كانش يعني ملاك يقدر ينزل ويدي لهم برهان حسي عشان يصدقوك يا محمد ليه القرآن بيقول ما ينفعش نروح لدليل رقم 9 في الأنعام 35 فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يعني هم هنا طلبين إيه سلم في السماء ليه سلم في السماء لأن سمعوا عند الطورة واليهود أنه يعقوب حلم حلم أنه كان فيه سلم في السماء من السماء للأرض فأعمل لنا سلم يا عم ونشوف بيان حسي محمد عمل إيه ما قدمش دليل والصورة بتاع الأنعام قلنا إيه ترتيب نزلها خمسة وخمسين تستمر المطالبة بمعجزة صورة العنكبوت ده إحنا بقى روحنا لصور متقدمة خالص ترتيب نزلها خمسة وتمانين الآية خمسين وواحد وخمسين وقالوا هو القرآن فيه كلام متقرر كلام متقرر وقالوا لو لا أنزل عليه آيات من ربه كل الآيات عند الله وإنما أنت نزير ومبين أولم يكفيهم إن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم يطلع عليهم يعني يقول له إيه إحنا عايزين آية عايزين معجزة عايزين حاجة حسية نقدر أن نصدعك بيها قلنا دي صورة إيه الكهف ترتب نزلها خمسة وتمانين صورة مكية أيضا صورة مكية أيضا وفي أواخر الصور المكية قبل الهجرة يقولهم هما بيقول لو لا أنزل عليه آيات من ربه إحنا عايزين معجزة يرد محمد يقولي أو يرد القرآن نيابة عنه كل الآيات عند الله قلهم المعجزات عند ربنا وأنا مجرد نزير أولا يكفيهم هما مش مكتفيين إن نزلنا عليك الكتاب يطلع مش مكتفيين بالآيات اللي أنا بالصور الآيات المقروعة يعني مش الآيات الحسية هما مش مكتفيين بالآيات المقروعة اللي أنا بقولها لك يا محمد ليه طلبين تاني آيات حسية طيب أرجع لسؤالي لو كانت الإسراء أو لو كان الإسراء والمعجزة حقية والمفهوم الحقيقي لقراءة صورة النجم ترتيب نزولها 23 وقراءة صورة الإسراء آية واحد ترتيب نزولها 50 لو كانت مش محمد بدل ما كان يقف عاجز كان يقدم لهم الدليل ليه محمد امتنع عن تقديم الدليل ليه فضل صامت عن تقديم الدليل أرجو أني أنا أسمع رد من إخوتنا المسلمين رقم اتنين بخلاف ترتيب الآيات والتناقض الموجود بين الآيات رقم اتنين لو كان القرآن يقصد بالفعل مسجد الأقصى الذي متواجد في أورشاليم أو بيت المقدس أو إلياء جايمة مكتوبة في العهد العمرية لماذا لم يسكر اسم فلسطين أو القدس أو إلياء في القرآن نهائيا ليه اكتفى يعني أنا عايز أقول كده أعملوا معروف اسمعوني اسمعوني يعني إضافة كلمة هنا مش كانت تفض الاشتباك يعني هيخسر إيد قرآن وكاتب القرآن وإله القرآن لما كان يقول في القرآن كده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي في بيت المقدس الذي في فلسطين الذي في أورشاليم ويكمل والذي برقنا حوله ليه منعلمش كده يعني هي الجملة دي يعني دايما القرآن كده يفتح قضايا ويسيبها متعلقة ويسيب الناس تضرب أخماس في أستاذ ويسيب الناس تخمن يعني مثلا في موضوع من الزبيح برضو راح القرآن ما ذكرش الاسم وساب الناس متعلقة هو اسمعين ولا سحاء في صورة النساء لما اتكلم عنه وما قتلوا وما صلبوا وساب الناس متعلقة مين اللي تحطي مكان المسيح ده ساب الناس متعلقة ليه القرآن يفتح قضايا وما يقفلهاش يعني ليه انت بتفتح قضايا وما تقفلهاش ليه ما تضفش بعد المسجد الأقصى ده تضيف كلمة الذي في بيت المقدس ليه ما تقولش كده يقولك المسلمين لأن ده اسم علم لما تقول مسلم دلوقتي بيت المسجد الأقصى على طول يروح آه ده دلوقتي بعد ما شرحته لهم وبعد ما قعدت تزوره في التاريخ وتقوله ده ما كانش اسم علم في الأول ده انت عملته اسم علم دلوقتي ده كان صفة ده كان صفة مش اسم علم المسجد الأقصى على المسجد البعيد ليه ما ربطش الكلام وقفلت الأقضية وحسامت القضية وقلت انه المسجد الأقصى الذي في قرشلي او المسجد الأقصى الذي في فلسطين او المسجد الأقصى الذي في بيت المقدس اما تروح سيب القضية مفتوحة والناس تضرب تخمينات والاغرب ما يتذكرش وراء مرة في 636 آية اسم فلسطين أبدا ولا اسم بيت المقدس أبدا ولا اسم القدس أبدا ولا اسم إلياء أبدا إيه ده طب خذوا المفاجأة دي هنشوف الآيات اللي هتطلع القرآن بيثبت أن الأرض دي أرض موروسة لإسرائيل مش ليكو يا مسلمين يعني الله خدها من سكان الأرض ده إلهي القرآن القرآن اللي بيقول كده إلهي القرآن بيقول ليه أنها اتخذت من سكان الأرض وتعطت ميراس لمين لإسرائيل طب هل إله القرآن بيرجع في كلامه بعد ما داها ميراس حسب آيات القرآن بعد ما داها ميراس لإسرائيل يروح سحبها ومديها للمسلمين اسمع القرآن بيقول إيه في الوقت اللي امتنع في القرآن بعدم ذكر اسم فلسطين نهائياً أو ذكر اسم القدس نهائياً أو ذكر اسم أرشاليم نهائياً أو ذكر اسم إلياء نهائياً حسب ما جاء اسمه في العودة العمرية في الوقت اللي امتنع في الوقت اللي القرآن بيزبط ويبرهن أن الأرض دي ميراس لبني إسرائيل رقم واحد في سورة المائدة آيات 21 و 22 وأصقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتى أحد من العالمين ماشي لحد كده الآية 21 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة عرفش هل نقدر نقبر الحتة دي عشان نشوفها المسلمين يا قوم هنا بيكلم من القوم دي مش المسلمين ولا الفلسطينيين لا إذ قال موسى لقومه آية 21 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خسري الخسارة هنا خسارة روحية أو خسارة لكن الأرض هنا القرآن بيقول إيه التي كتب الله لكم يعني الأرض دي مكتوبة لقوم موسى من هم قوم موسى؟ إسرائيل إيه الدليل؟ هقولولك بعد شوية هقولولك بعد شوية الدليل كتب الله هل الله بعد ما بيكتب مش قرآنك بيقول لا مبدل ولا تبديل لكلمات الله ولا الله بتاع القرآن بيرجع في كلامه بعد ما يديني كتابة ويقول لي امسك يا بني إسرائيل كتبت لكم عقد امتلاك بالأرض دي بعد شوية يرجع في كلامه أو يبقى إله بيرجع في كلامه يبقى إله مش قادر ينفس كلامه يبقى إله بيرجع في كلامه آية رقم اتنين أو مش آية رقم اتنين يعني الدليل التاني في سورة الأعراف 137 وأورثنا ميراس فعلى الله بيرجع في ميراسه يا مسلمين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارك الأرض ومغاربها التي بارقنا فيها وتمت كلمات ربك الحسن منهم القوم ده بقى على بني إسرائيل ممكن نقبر حتة بني إسرائيل دول يبقى وأورثنا القوم منهم بني إسرائيل بما صبروا وعمل ايه بقى ففرعون والناس اللي عايشين في الأرض وضمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعرشون ده الإعراف 137 دليل ثالث القصص خمسة ونريد أن منه على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يبقى بني إسرائيل ايه وارثين دليل رقم أربعة في صورة الشعراء أو شعراء ستين صورة الشعراء ستين وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها الهاء رجع على الأرض وأورثناها بني إسرائيل صورة الشعراء ستين وثالث 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 أو رثناها فالله أو إله القرآن بعد ما بيدي ميراس يسحبه ياخده يرجع في كلامه أما لزي بيقول وتمت كلمات ربك الحسنة وزي بيقول لا تبديل لكلماته الدليل الخامس ولقد آتينا بني إسرائيل الكتابة والحكمة والنبوة ورذقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين الجاثية آية 16 ورذقناهم من الطيبات وفضلناهم على خمس آيات في القرآن يا مسلمين بتقول إن إله القرآن أو بتحكي عن الله إن أورث بني إسرائيل هذه الأرض وسؤالي لك يا مسلم هاتلي آية في القرآن بتثبت إن الله رجع في كلامه وإله القرآن رجع في كلامه ورجع في العقد اللي عمله البني إسرائيل ورجع في الميراس اللي أعتال بني إسرائيل وسحب منهم الأرض والميراس وإداهم للفلسطينيين أو للمسلمين هاتلي آية يا مسلم هاتلي آية يا مسلم الجواب اقلب القرآن شمال ويمين ما فيش يبقى إذن أنا عندي إشكاليتين وقفين قبل ما ندخل في الإشكالية الثالثة الإشكالية الأولى تعارض الآيات حسب النزول وجواب الآيات وامتناع القرآن عن تقديم محمد معجزات لأهل قريش رقم 2 الإشكالية الثانية تعارض ترتيب الصور ما بين سورة النجم و سورة الإسراء تعارض ترتيب الآيات ما بين الآية الأولى في سورة الإسراء والآية 59 والآية 90 والآية 91 والآية 92 والآية 93 في سورة الإسراء نفسها الإشكالية الثالثة أن القرآن بيثبت ويقر أن هذه الأرض مكتوبة وميراس من الله لبني إسرائيل الإشكالية الرابعة عدم ذكر نهائيا اسم فلسطين لا مقريب ولا من بعيد ولا ذكر اسم أرشاليم ولا ذكر اسم القدس ولا ذكر إيلاء في القرآن اللغة أو الكلمة أو اللفظ المستخدم في القرآن بس الأرض أو أرض بني إسرائيل أو الأرض بألف لام التعريف أو تلك القرية دخلوا هذه القرية يقصد هنا إشارة بعيد للمنطقة محمد كان فاكر أنها قرية صغيرة طيب هندخل للإشكالية الخامسة اللي هي زي ما بدأت الحلقة تضارب الروايات تضارب الروايات هاخد تليفون الأول وبعد كده نرجع نكمل الإشكاليات أنا مقسم الحلقة في الحلقتين عشان تبقى واخد بالك الإشكاليات اللي موجودة في القرآن والسنة رقم واحد رقم اتنين الخرافة والأسطورة في التاريخ اللي استند عليها محمد رقم ثلاثة تزوير التاريخ في قضية مسجد الأقصى التلقى قضايا دول هل نتناولهم في الحلقة دي الجزء الأول وفي الجزء الثاني اللي هو الأسبوع القادم بنعمة ربنا ناخد تليفون ونرجع ماذا قال القرآن وتضارب الروايات اللي قدمها أو قدمتها السنة عن محمد في روايات الإسراء والمعراجة تليفون أختنا سونيا من تونس اتفضلي سلام المحبة أستاذي أهلا وسهلا الرب يبركك سلام المسيح لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة أمين الرب يبركك أشكرك جدا ربنا يبركك تعقيب على الحلقة رائعة جدا لأنه كانت من قبل يومين في ليلة الإسراء والمعراج وهناك تعقيب على سورة الأنعام الآية رقم 35 ماذا تقول الآية رقم 35 من سورة الأنعام إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبدغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين يعني إله الإسلام بيقوله لا تكونن من الجاهلين ولكن هنا في تفسير الطبري يقول يقول إن استطعت أن تتخذ ثربا في الأرض مثل ناتقاء اليربوع وهي إحدى جكور اليربوع أو سلما في السماء يقول الطبري أو نصعدا تصعد فيه فتأتي بآية أي معجزة هذه الآية يعني غريبة جدا أنها توضع في هذا المكان وإنه قبلها كانت حضرتك ساركت على الإسراء تنزيلها رقم 50 والصورة الأنعام تنزيلها رقم 55 يعني هذه إجت بعد الإسراء وتمفي صعود محمد أو سلما في السماء فتأتي بآية فأي آية في سورة الإسراء أتابها الرسول محمد فأي آية لننظر إلى كلامه عن الأنبياء في السماوات السبع قال عن آدم قال عن يحيى وعيسى قال عن يوسف قال عن إدريس وقال عن هارون وقال عن موسى وقال عن إبراهيم ولكن أنا يا سيدي أسأل كل مسلم بالعقل وبالمنطق هل قال أنه رأى صالح صالح يا أستاذي هناك في سورة الأعراف موجود صالح في سورة هود موجود النبي صالح في سورة الحجر في سورة الشعراء في سورة فتسلت في سورة الإسراء في سورة النمل والبريات والحق والفجر والشمس والتوبة وإبراهيم والحج والفرقان والعنكبوت وصورة صاد وصورة غاقرة وصورة قافي والنجم والبروش هذه الصور قالت وأكدت أنه نبي من عند الله صالح. لماذا محمد لم يرى صالح؟ هل هو نسيه؟ أو مركون على جنب لم يراه محمد في سماء من السموات؟ هذا السؤال يعني أنا أسأل لكل مسلم لماذا لم يرى محمد صالح النبي صالح وناقته؟ لماذا؟ ألم يأتي بآية ومعجزة؟ ألم يقول إله الإسلام فكذبوه وطعقروها فدندم عليهم ربهم؟ ألم يدندم الأرض لأجل عيوني صالح؟ فأين صالح في الإسراء والمعراج؟ لم يره هذا إن كانت هذه الإسراء والمعراج شبهة هي قرافة ولكن في عيون المسلمين وفي عقولهم أنها معجزة ولكن يا أستاذي أنا أعقب على حضرتك وأقول حتى معينة لأنه في سلط الكهف لما سألوه وضيقوا عليهم المشركين بالأسئلة ماذا قال بعد الآية رقم 22 في الآية رقم 23 شو بيقول لا تقولن شيئا إني فاعل ذلك غدا ما تقولش حاجة فبيقول هنا تفسير قرطبي يقول قال العلماء عاتب الله تعالى نبيه على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين غدا أخبركم عاتبه الله وقال ولا تقولن لشيء إني فاعله ذلك غدا يعني مستحيل هذا الكلام وكأننا نقرأ قصة حياة يعني محمد كنش محمد وهو عاد عم يكتب قصة حياته ماذا سألوه وماذا كان جوابه إلى الإسلام هناك سأولات كثيرة كثيرة الإسراء والمعناج يا أستاذي الفاضل لن تكن إلا هي قرافة كانت بالليل ومضت في الليل فلم يراها أحد فبالتالي هي لا يصدقها أحد هو أول من صعد على هذا الحمار الذي يسمى بالبراق ولكن هيهات لا ننظر إلى هذه الصورة الآية والمعجزة بأنها معجزة بالعكس في الليل ولما يره أحد يا أستاذي شكرا يا أستاذي والرب أشكرك جدا ربنا يبارك ينور كل طريق كل المسلمين يا رب أنا أتمنى يا رب ينور كل طريقهم وعقلهم كي يتنوروا يا أستاذي أشكرك جدا أشكرك جدا أختنا السونية أختنا السونية أخت عبرة من تونس وهي قد كانت من قبل أو قبل إيمانها بالمسيح داعية إسلامية وملمة بعلوم القرآن وبعلوم الحديث وقدمت وأضافت براهين تضحط وتفند كل مذاعم المسلمين عن أن محمد كان له إسراء ومعراجا إلى السماء وإلى بيت المقدس يا أخواتنا المسلمين بتقولوا أنه ما قمش الحجة بالحديث على القرآن ماشي ما استخدمناش ولا حديث وبتقولوا نفسر القرآن بالقرآن حلو وإحنا بنفسر القرآن بالقرآن سورة الإسراء سورة الأعراف سورة هود سورة الشعراء هذه السورة الكهف هذه السور تفند وتجاوب على أن محمد لم يكن إلا نزير أو بشر أو رسول وما لوش آيات ويا قريش ما تطلبش مني آية لا هقدر أطلع لسماء ولا هقدر أجيب لكم كتاب مرة واحدة ولا هقدر أعمل نفأ ولا أعمل حاجة خالص ولا هجيب لكم ملاك يعني أنا مجرد ما تسألونيش عن آية ترتيب السور دي ترتيب لاحق فالإسراء سابق والنجم سابق ليه محمد مقدمش الدلائل أنا عندي كذا إشكالية الإشكالية بقرب على كلفها النهاردة وبعتقد أن أجل الكلام لخرافة اللي محمد استند عليها وصبق وتكلمنا فيها أنا والأخت المباركة لنا في التأثير الزرادشتية على الإسلام والصابقة المندئية على الإسلام الدليل الرابع أو الإشكالية الرابعة راوي أحاديث الإسراء أقصرها على فم أناس ابن مالك مين أناس ابن مالك ده أنا زي ما قلتلكم محمد لما راح المدينة كان أناس ابن مالك ابن عشر سنين يا عم أنت بتقول كلام ما لهش دليل لا له دليل نشوف فيديو رقم عشرة لعمر أديب وسعد الدين الهلالي بيقول إيه ونرجع ناخد تليفونات وأنا هقدم لكم الدليل تضارب الروايات بتاع أناس ابن مالك نشوف الفيديو ونرجع فيديو رقم عشر نبي لي معراج أو إسرائيه من بيت المقدس في بيته في أصدم في بيت الله الحرام في مكة المكرمة ثم أسري به بالبراق إلى بيت المقدس هو مين اللي حكى الحكاية؟ هو سيدنا بنفسه طيب كويس بس اللي راوها من عنه صحابة كتير منهم أناس ابن مالك طيب أناس ابن مالك من المدينة فحكى عن شيء تم في مكة يعني إذا انس ابن مالك الحكاية يعني إذا ما سمعوش من رسول غيرا من رسول روح المدينة؟ ممكن مدام حكاها أناس ابن مالك أناس ابن مالك ما هوش مكي أناس ابن مالك مدني فلما يحكي القصة إذن أكيد سمعها من النبي لما النبي هاجر من مكة للمدينة طيب ده بعد سنوات يعني؟ بعد سنتين أو تقريبا آه مثلا وبعض الصحابة الآخرين لكن وعشان كده بنسميها دي مرويات لكن احنا بنصدقها ليه؟ بنصدقها علشان اللي روها لنا نسقه بالنسبة لنا طيب هو في القرآن مفيش ملامح واضحة للموضوع؟ لا في القرآن بس سبحانا الذي أسره بعابده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نوريه من آياتنا إنه سمع بصير مفيش كل أما المعراج ده في سورة والنجم إذا هوى ما أضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه وشهي قوة ذمره فاستوى وهو بلفق العالة ثم دنا في يدلة فكان قبق وشينا أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كاد وفقده ما رأى وهكذا فمفيش فيها أي تفسيرات بقى هل الضمير راجع لسيدنا جبريل الضمير راجع لربنا الضمير راجع خلافات كلها وآراء وتفسيرات بشرية تحتمل ولا تحتمل وبعضها يستند إلى مرويات لكن شيء طبيعي إن الإنسان طبيعته زي ما أنت بتسأل كده شيء طبيعي نفسه أنا بس كنت المقصد أنه عجل فاضل زي الدكتور سعد الدين هلالي وله مكانته ومقامي لدى المسلمين السنة قال أن هذه روايات وأقصرها هي روايات تمت في المدينة سؤال اللي محيرني سؤال اللي محيرني اللي كتير جدا من المسلمين مش منتبهين ليه ده حدث مكي لتأجل إعلانه في المدينة ليه ما أعلنوش حد من روايات الأحاديث أو ليه ما أعلنش يعني الروايات اتكلموا على لسان أبو بكر طب ليه أبو بكر نفسه ما رواش الحديث ما رواش ده ليه ما جاش في حديث قدسي على فم محمد مباشرة ليه ما رواش خديجة وهي في في رواية مباشرة ليه تأجل الرواية إلى المدينة أنا يا جماعة فقروا 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 ما تاخدشوا الأمور كده أقف فقر اسأل اسأل زي ما عمر أديب هو بيقول ما فيش حاجة دليل يقول له لا دي روايات وإحنا بنصق في الناس الحاجة التالية دكتور ساعد الدين هلالي بتقول أنه الرواية دي تمت بعد سنتين أو ثلاثة لا 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 ليه لأنه لما محمد راح المدينة كان أنس بن مالك قيلة ثمان سنين وقيلة عشر سنين يعني يعني إزاي بعد سنتين وأنس بن مالك ابو عشر سنين هيروي روايات عن الإسراء والمعراج ويقول الكلام اللي قاله عن البراق وعن السماوات وفرض الصلاة ويقول الكلام ده كله ابن عشر سنين لا ده خد وقت تاني لحد ما سمع أنت اللي بتقول كده رقم واحد ليه تأجلت للمدينة رقم اتنين هل أنس بن مالك ذات العشر سنين أو ثمان سنين هو قدير أن يروي روايات زي دي وتقام عليها حجة زي دي رقم ثلاثة تضارب روايات أنس بن مالك تضارب الروايات هقدم لكم مئة مشكلة موجودة في روايات أنس بن مالك حسب الوقت ما لأنه احنا عندنا مفاجآت كتير حوالي القصة دي وعندنا إثباتات وأدلة كتير جدا جدا ونفس المسلم كده يعني يفتح معايا شوية ويقعد سمعني يا أخي أبقى انقضني قدم للدلائل ادخل وأنا بدي لك الفرصة وبدي لك الوقت ادخل فن دي اللي بقوله رد على الأسئلة دي أسئلة شرعية أنا بقولها دي أسئلة منطقية أنا لا بطعا في حد ولا بتاع أنا بقولك فيه مشكلة فيه مشكلة يمكن أنت مش منتبه مش واخد بالك فيه مشكلة هنرجع ناخد تليفونات معنا الأخت لونة سلام المسيح طلونة ربي باركك فضلي سلام المسيح لحضرتك أخي أنجر ربي بارك هذه الخدمة وجميع خدماتك ربنا يباركك يعني بخصوص خلفية خرافة الإسراء والمعراج واللي حسبها المسلمون على أنها أعظم معجزة في تاريخ محمد وأرجو ما قررش في مدخلتي أي كلام ممكن حضرتك تكون قدمته لا يعني متأسف أنا قلت الجزئية النهاردة عن تضارب الروايات بتكلم من الإسلام لكن الحلقة القادمة هندخل في تزوير التاريخ والخرافة فأنا لسه ما تكلمتش فيها تفضلي أمين ربي باركك فضلي يعني عايز أقول أن خرافة الإسراء والمعراج هي خرافة مشهورة جدا في الديانة الزرادشتية اللي سبقت الإسلام بأجيال طويلة وكذلك أيضا في كتب أساطير اليهود يوجد يعني كم كبير من قصص الإسراءات والمعراجات لأنبياء يعني أتحدث عن التشابه الموجود بين الخرافة الزرادشتية ومعراج محمد نبي الإسلام إلى السماوات وإن كنت حضرتك ممكن بعد كده تقدمها بتفاصيل أكتر تفضع لي يعني لما سيطر الإسلام على منطقة إيران اللي كان للزرادشت فيها أتباع كثيرين هرب عدد كبير منهم راح بومبي في الهند لكن اللي فضلوا في إيران واضطروا أن هما يعتنقوا الإسلام بدأوا بعد كده يطبقوا ما كانوا يقولون هو يعتقدونه في زرادشت على محمد نبي الإسلام ومنها لقب أشرف الخلق مثلا هذا اللقب كان لزرادشت يعني كذلك من آمنوا به كنبي طبقوا يعني عليه خرافة الإسراء والمعرج يعني أنه عرج للسماوات السابع حتى التقى بالإله فيما يسمى بصدرة المنتعى كذلك في الديانة الزرادشتية كان بيتم تجهيز الشخص العارج إلى السماء باستخراج ما يسمى بالعلقة السوداء من صدره حتى يلتقي بإله السماوات وهو نقي تماما من الخطية وده اللي قاله محمد عن نفسه قال أن في ملكين أو قفان وشق صدره واستخرج منه ما يسمى بالعلقة السوداء اللي هي مستودع الخطية وغسل قلبه في طص من المحبة والإيمان كأن المحبة والإيمان دي يعني حاجة يعني سيلة أو مادية كده زي المية ممكن يخسل بها قلب محمد وهو ده كمان اللي شرح ابن كثير في تفسيره لسورة الشرح وأسباب النزول بداية من عدد واحد حيث يقول النص القرآني ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك كذلك أيضا في الزردشتية أخي أندرو بيقدم للشخص العارج إلى السماء نوعين من المشروب أحدهما حليب ومن المتوقع أن الشخص العارج يختار الحليب لأن فيه علاقة في الديانة الزردشتية بين الفتنة والذكاء وبين شرب الحليب ويعني زي ما زردشت تسلم شرائع لأمته إيران في رحلته الإسراء والمعراج إلى السماء جاء يعني محمد نبي الإسلام بشرائع الخمس صلوات وهو راجع من رحلة طبعا حضرتك ممكن بعد كده تفصل بقى اللي حصل وينزل يلاقي موسى خمسين صلاة يقول له لا اطلع ويطلع يساوم مع ربنا وينزلها يعني في الاخر رجع بخمس صلوات زي ما زردشت رجع بشرائع لأمته إيران كمان فيه يعني تناقل لقصص كثيرة عن الإسراءات والمعرجات كانت بتتداول في الجزيرة العربية من كتب أساطير اليهود لأنبياء زي ما قلنا كأسراء كأسراء ومعرج يعقوب وإبراهيم وإسماعيل وأشعياء وأخنوخ وأخنوخ ففيه إسراءات ومعرجات كثيرة كان بيتم تداولها في الحكاوي بتاعة مكة وده اللي شجعهم إن هم يصدقوا القصة دي ده اللي شجع المسلمين بما إنهم بيؤمنوا إن محمد نبي فلايه ما يكونش ليه إسراء زي إبراهيم إسماعيل وأشعية فالقصة كانت يعني متداولة لدرجة أنها أصبحت قصة يعني مبتزلة لكن صدقوها وطبقوها عليه لأنهم صدقوا فيه أنه هو نبي يعني أنا مش هخوض أكتر من كده أخي أنجلو لأن حضرتك أتقدم يعني بنعمة الرب بتفاصيل أكتر إن شاء الله وأشكرك جدا يعني أكتفي بهذا القدر والرب يبارك حياتك ربنا يباركك أشكرك جدا معنا أخونا إبراهيم من كاليفورنيا أهلا بيك سلام المسيح مساء الخير أهلا بيك المقطة اللي بس عايزة أضحها لأخوة المسلمين لأن المسلم بطبيعته بيرفض الحقيقة بيجيب حضرتك أدلة بيجيب تبضيحات بيجيب له من كتبه بيجيب له الكلام اللي هم كاتبينه عن نفسيهم وبيرفض الحقيقة طريق بنا المسجد الأقصى تبنى إمتى مش تبنى بعد محمد موت محمد هنكلم في الجزية دي وبأدلة يعني ما يقدرش ينكرها طيب بيقولت آية تانية لما جيب غزبت أحد بيقولك أنا هينزل معي 30 ألف ملك وبتاعه مش عارفه وبعدين ده 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 هو بتاع جمع الأنصار اللي حوالي قالوا له هم الفين الثلاثين ألف يا محمد زي ما مات الراجل اللي خد فتواه وابتدئت البني القريضة هذا نزل سبعين ألف وهو يعني يعني كلام مبتزل وكلام بيضحك على ناس جهلة وناس ما بيفهموش بس العيد دلوقتي أنت في القرن الواحد وعشرين نفهم وقرروا بقى وعرفوا الحقيقة بل تافي بكده أشكرك يا أستاذ عنده ربنا يباركك شكرا جدا معنا محمود من العراق أهلا بيك تفضل السلام عليكم أهلا بيك عليكم السلام تفضل عليكم مسلم يعني ما ده أفضل ما ده أحقل شغلك الأسراء والمعراج ما بتصدقهاش يعني اكتشفت لا الحسب بحثي اكتشفت هاي أشبه أموية لمن زبير استقلب موكة الأموين أكبروا حج يعني يردون خسروا منطقة الحج فسووا هاي اللعبة من أجل نفس تجين الحج لهم تجين الحج فلوسوا شغلاتهم يعني عم يصرفون على دولتهم فهي لعبة أموية يعني ما ده أقل الإسلام يا أخي محمود أنا بشكرك جدا 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 لأجل صرحتك لكن عندي سؤال هل كده يبقى فيه تحريف في القرآن القرآن ما ذكر المعراج ذكر الإسراء 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 ده ما احنا هنتكلم فيه المعراج أو المعراج بيغضوه من صورة النجم لكن أنا في الآية بتاع الإسراء دي اللي انت بتقول القرآن ذكر الإسراء سبحانا الذي أسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى طيب أنا عندي ثلاث أسئلة أرجو أن أنت تساعدني أخي محمود وأنت شخص منفتح ومستنير وعندك صراحة رقم واحد لماذا امتنع القرآن عن ذكر اسمه فلسطين أو بيت المقدس أو إلياء أو إرشاليم وساب الكلام كده مفتوح بدون أي تحديد لمكان جغرافي رقم واحد رقم اتنين إذا كان المسجد الأقصى أصلا ما كانش موجود في الوقت ده وأنا أقدم أدلة تاريخية من كتب المسلمين نفسها سنة وشيعة رقم ثلاثة كيف تم الإسراء ده يعني 1300 كيلو جي جبريل خده ولا ركب دبة ولا جي ملكين خده ولا طلع من بيتهم مهانئ بنت أبي طالب ولا طلع من المسجد الحرام ولا طلع من بيته اتفضل أخي محمود والله بالنسبة للسؤال الأول يعني احتمال يعني ما ذكر تلسطين لأنه احتمال يعني وقتها كانت دعوة مركز على الدعوة أكثر من يعني والله يعني صراحة شوية هذه ما دريدها المسألة الثانية السؤال الثاني المسجد الحرام يعني من يقول مسجد الحرام هو هذا مسجد الحرام اللي راح له احتمال غير مسجد فسophanه دأخر بعد الليلة المسجد الحرام مسجد الأقصى نحسنا نذكر موجب الأقصى هذا احتمال غير مائصد الأقصى هذا والسؤال الثالث الشي Gambo السؤال الثالث الروايات اللي بتتكلم الروايات اللي بتتكلم أنا أشكرك جدا أو على صراحتك لحد كده ده أنت شخص يعني واضح جدا ربنا يبركك السؤال التالي اختلاف الروايات يعني مرة يقولوا أسر يابيه من بيت أمهاني بنت أبي طالب أو أمهاني بنت أبي طالب ليه أخت علي ومرة يقولوا كان نايم في بيته والسقف بتاع البيت تشأه وخده جبريل ومرة يقولوا كان نايم في المسجد الحرام اختلاف الروايات دي اختلاف الروايات دي يعني حضرتك ربما تكون دارس قانون أو عالم بالقانون لما تختلف الروايات حتى لشهود مختلفة أو لشاهد واحد تبطل القصة فأنا عندي نص مبهم نص مقفول وبفهمه منذ الروايات بس روايات مختلفة تقول ايه يا أخي محمود والله صراحة أنا أكلمك صراحة أنا في صيرة تاركة معتمد عن عقل لأنه في صيرة كتبة وراء النبي محمد تقريباً ب130 سنة وتباره صار بال يعني لذلك أنا معتمد عن عقل أكثر من في صيرة طيب لا طالما أنت معتمد على العقل يا أخي محمود طالما أنت معتمد على العقل هل تؤمن أن المسيح مولود من عزراء المسيح مولود من عزراء آه من عزراء لم يلمسها أو يمسسها بشر والله هو يعني علمياً مستحيل بس هو بالروحانيات كذليل علمي مستحيل بس كروحانيات إيه موجودة بالكتب حلو في القرآن والإنجيل في القرآن والإنجيل طيب هل يعقل يا أخي محمود بعدما الله يجيب شخص في مقدار عزمة المسيح مولود من عزراء هو كلمة الله هو المسيح أحيا وأمات خلق أبرع الأكمة أبرع الأبرس شفى المرضى حي هل يعقل بعد ده كله يجيب شخص عادي بعد كده بعد 600 سنة يجيب شخص عادي مولود من أسرة كافرة وأسرة لم تكن مؤمنة وشخص يعني رواياته متنقضة وكلماته متنقضة وشخص مات ومات بأثر السم ورجع للطراب يعني هل يعقل لما الله يختم النبوة ويختم الرسالة يختم الرسالة بشخص عظيم في مقدار عزمة المسيح ولا شخص عادي زي محمد في روايات متنقضة وكلها متشابكة مع بعض أسمع إجاب صريح ووضع طالما أنت شخص واضح كده وصريح موضع إذا تريد نتكلم به المواضيع يعني يعني موماحب يعني أطلع الفاتر يعني هو يعني 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 من العهد الجديد اللي مجموعة في 27 وطرحت منه 13 اللي هي رسايل بوليس بقى عند 14 لأشخاص مختلفين غير بوليس كلهم بيدللوا ويبرهنوا على شخص المسيح واضيف لهم رقم 15 قرآن جاء أقر وأثبت أن المسيح مولود من عزراء أن اسمه كلمة الله أن اسمه المسيح أنه حي تفضل يعني وذا أقول لك أنا قاري قاري مرد أنه فلاح مصري لجأ صحوف قديمة باللغة القطية لما تحصوها وعرصوها تكشو من المسيح بداياته ما كان إله هالإله جتي بعدين أقول لك أنا أتفق معك فلاح مصري في نجا حماد لما يسمى إنجيل نجا حماد أو إنجيل الطفولة أو مخطوطات أو مخطوطات نجا حماد المخطوطات دي ترجع لمجموعة لاحقة لبوليس بعد بوليس يعني ويوحنى ذكرهم يوحنى في رسالات وذكرهم وفي إنجيله كان بيرد عليهم اسمه الغنوصيين الغنوصيين دول بقى كان بيؤمنوا المسيح العظيم ده مش مولود إله لكنه تقله بوقت المعمودية يعني برضو خلو إله ده نتيجة لإيه لأن شخصية المسيح العظيمة جدا الناس كانت بتطرح فيه أسئلة كتير وكل واحد كان بيكتب فيه أسئلة كتير لكن المشهور والمعلوم يا أخي محمود أن أنا عندي أربع أناجيل لو أنا مسحتهم وشطبتهم أنا أقدر أطلع قصة المسيح من مولوده من عذراء إلى قيامته من الأموات من العهد القديم كله يعني الموضوع مش موضوع بس الأصفار بتاع العهد الجديد الموضوع أن أنا عندي أدلة وبرهين سابتة وقاطعة ومخطوطات تزبج زمن المسيح اسمها مخطوطات ودي قمران للعهد القديم والمخطوطات دي تزبج زمن المسيح تطلع لي ببرهان أكيد من هو المسيح بشخصه وميلاده العذراوي وحياته وقدسته وأولوهيته وأنه إذن الله وصلبه وقيامته وأنه حي هل بعد الأدلة دي أخي محمود نحتاج لأدلة تانية زيان أنا أكون مؤرخ روماني اسمه سينيكا هذا الثاني يعرخ الهوى الطائر تدري هذا ما أرخ الكسوف الشمس في البيطار وقد صلب المسيح شبك أمور يعني واحد يعني فكرت أخي محمود أخي محمود أخي محمود أحنا عندنا أكتر من 13 مؤرخ في المئة سنة الأولى مش مسيحيين مش مسيحيين منهم يوسيفوس في لفس يوسيفوس والبليني الكبير والصغير مش مسيحيين أرخوا عن شخصية اسمها يسوع منتامل يوسف النجار متواجد في زمن بيلاطس البنطي أرخوا عنه أرخوا عن تلاميذه يعني أنا التاريخ بيقول الحفريات بتقول الأسر بتقول مخطوطات العهد الأديم بتقول إذن شخصية المسيح لو أنا بس بعدت على الأنجيل هلائية شخصية سابتة تاريخية مؤكدة بدلائل وبراهين وموثوقات كثيرة بالإضافة إلى 330 نبوة من العهد القديم قبل المسيح بمئات السنين تمت حرفيا في المسيح ماذا تقول أقول هو موجود بس موجود كمعلم يهودي والعهد القديم يا أخ محمود كمعلم يهودي همشي معك كمعلم يهودي أنا هسيب موضوع الإسراء هكمله في الحلقة الجاية وأنا بشكرك لأجل الإضافات اللي أنت قلتها أن أنت تشوفها قصة خرافية لكن أنا همشي معك موجود كمعلم يهودي هذا المعلم اليهودي يعطي تعاليم لم يعطيه أي حد من البشر رقم واحد هذا المعلم اليهودي يقيم من الموتة رقم اثنين هذا المعلم اليهودي يغير حياة ناس ويجعلهم بالكلمة يغزو العالم لحمل اللسيف ولرمح رقم ثلاثة هذا المعلم اليهودي يتبرهن عليه أنه مات وقام من الأموات وحي وتلاميذه يموتوا لأجل هذا البرهان اللي رأوه وشفوه لما سوه بأيديهم أخي محمود أرد 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 أنا حسب معلوماتي أنا أردتك كبينك يعني سامحني بس أنا حسب معلوماتي لأني قارئهم قوستنطين أراد أن يخرج شعبه من الأوثان تخترع هاب المقصة حل حل يجمع بين السماء والصباح والأوثاني حل حل طب أمشي معك قوستنطين سنكامي يا أخي محمود يعني بعض المسيح مئات السنين 325 325 أجهد أعرف عندنا 325 325 أعرف عندنا عرف عندنا كم مخطوطة يا أخي محمود ترجع لقبل قوستنطين وتقدم لي الأنجيل كما هي بشكل كام يعني قوستنطين ده رجع بالزمن ركب آلة الزمن ورجع وراء وكتب الأنجيل وبعد كده مات وبعد كده طلع سنة 325 لا أنا عندي مخطوطات يا أخي محمود أنا عندي يوسيفوس أنا عندي يوسيفوس مؤرخ يهودي زقر المسيح بأعماله أنا عندي بليني مؤرخ روماني قبل قوستنطين زقر المسيح بأعماله أنا عندي كتاب روما زقر حريق روما واتكلم عن بوليس وبوترس بأعمالهم وحياتهم وإيمانهم قبل قوستنطين قبل قوستنطين خال أنا عندي مخطوطات يا أخي محمود ترجع لسنة ومية وعشرين ومية وخمسين اتفضل إذا تسمحني يا أرود أتفضل إذا تسمحني يا أرود قبل المسيح كانك كريشنا وكو حورس نفس الشغل بسان بوليس عدراء 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 عشرات مولودين عدراء حلو حلو أنا أري كل ده يا أخي محمود أنا أري كل ده أري كل ده رقم واحد كريشنا لم يكن هناك أولا من الشخص حقيقي ده أسطورة دي أسطورة ما فيش شخص حقيقي اسمه كريشنا دي أسطورة أي أسطورة آه آه لكن المسيح شخص حقيقي رقم اتنين كريشنا لم تكن هناك نبوات تتكلم عنه في كتاب يسبقه لكن المسيح هناك نبوات تتكلم عنه في كتاب يسبقه وأنبياء سبقوه رقم تلاتة كريشنا مش مولود من عذراء كريشنا مولود من إنسانة وعنده ثمان أشخاص ثمان إخوة لكن المسيح مولود من عذراء كريشنا لم يصل كريشنا تسم لكن المسيح صلب ومات وقام هتقولي عن أزوريس هقولك قصته الأسطورية هتقولي عن مصر هقولك قصته هتقولي عن بوزة هقولك قصته قصة المسيح تختلف تماما 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 عن قصص الأسطورية دي شخصية المسيح شخصية حقيقة آخر الكلام أنا أصدت أطول معاك أخي محمود اطلع من الخرافات والأساطير واللف والدوران أنا أقدم لك الآن على الهوى شخص المسيح الحي اللي بيخبط على قلبك اللي بيحبك اللي عايز يقدم ليك خلاص ويقدم ليك نجاة أخي محمود الإنجيل بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه فقدنا الاتصال للأسف وقت قاد لكن أنا أشكرك وأرجو أن الجزئية دي بتاع الأخ محمود نبقى نعرضها لوحدها عشان هو لما يكون سامع يسمع أننا نقدم لي رسالة الخلاص اللي مهمة لي جي الوقت دلوقتي يا أخ محمود أنك تصلي وتطلع من الخرافات وتسلم حياتك للرب معنا أخونا يوسف باعتذر للتطويل تفضل سلام المسيح سلام المسيح أهلا بك أهلا وسهلا أهلا بك يا يوسف تفضل أعتذر أن أخرنا عليه أشكرك لا ولا أهمة طبعا بنهلني أخواتنا المسكنين اللي بالخرافة اللي مصدقينها دي وربنا يفاقهم منها أنا عندي تسألات في الموضوع ده طبعا نحن أكيد كنا نصدقين الخرافة دي وما زيهم فيهم من الأيام يعني كنت في السيرة بتقول لما نبي الإسلام وصله به المكان المختلف المكانية زي ما حضرتها قلت في الأول إذا كان نبيت المهانة أو المسجد الحراق يقال أن أسره به دابة تسمى البراء وهي دابة الأمبياء طبعا بنين النبي اللي مذكور في القرآن هو لكي بالدابة دي بالضبط الوحيد اللي صعد في السماء الوحيد اللي صعد في السماء اللي هو إسلاميا إدريف في سورة مريم ومدريفها رفعناه مكانا عنيا يعني تشعيين يا جتاني صعد في السماء بعد بيقول برضو أنه لما نزل من البراق ربط الدابة بتاعته في الحلقة أنا ترموا بشوها الأمبياء يعني معنا كده مئة أربعة وعطين ألف براق نزل في الوقت دوة وربطوا في الحلقة في الحلقة بتاحنا ممكن حلقة واحدة بس أو براق واحد بس طبعا إيه لذبه إزاي أو نزل إزاي يعني ده حال حال المسجد رقصة وقتها اللي بيقوله علي أو المسجد لو كان موجود فعلا يشيط ناس عمين أربعة عشر عشر سنة دي بعد كده يتكلم حقيقتك بيقول أنه لما صعد السماء قبل موجود كم الأم دي ولو حقيقتك تلاحظ أن أغلبهم في سنة قربة بينهم يعني هتلاقي إبراهيم ويوسف يحيى وعيسى نورة خانة موسى وهرون نفيش غير ألم غريب طبعا أنا بالنسبة لي أنتندخص أن أتكلمت صار أنا أتكلم عن نوح نوح اللي هو النبي من أنبياء اللي هو قول العد خمس أنبياء المسلم قول العد لماذا لم يقابلهم اللي هو الله عرصت عدوان بسببه وده من العالم بسببه مذكور في القرآن 25 نبي ما فيش واحد ما جابتش غير الثامن دولة بس لجبالهم طي دي برضو أعتقد أنه إله الإسلام طالب يعني أنه ظهر من الأنبياء كلهم من عشرات النبي ما صلوص وخاتم الأنبياء وأصحف الخلق طبعا أنا بصراحة أكيد لو أنا نبي منهم أكيد هذير من الله وهو وزعل منهم أكيد بكلها خلفات يعني حاجات كثيرة جد برضو في موضوع موضوع لما حكي على الجنة والنار هال الجنة والنار موجودين حاجات حاجات خلفات كثيرة جدا ربنا ننور علينا أخواتنا المسلمين وأنا بصراحة بلكنت أكيد أخونا بلكنت أكيدنا بدأنا نتسامعه يريت برضو يشيل القلفة سويا عن الإسلام يعني لو يشيل القلفة سويا عن محمد ويفكر سويا منذكر هتلاقي يمكر الإسلام ويأمن بالمسلم أمين نصلي له أخي يوسف ربنا يبركك في اسم يسوع ربنا يبركك شكرك جدا ربنا يبركك أشكرك جدا معنا أخونا أديب من أهايو تفضل أهلا يا أخي أهلا وسهلا أشكرينك على الحياة بتعتك واحتراما لعلمك وفهمك وقلمك سؤالها ياخد دقيقة واحدة لماذا نبي الإسلام لم نفسر الكرآن واكتفى بالأحاديث لماذا وإذا واحد دلي صلي عن نبي قلت له هتنوعي لا أنا أصليك عن الجمي أتي ولا أهلا وشكرا أشكرك ربنا يبركك قدامنا خمس دقائق على انتهاء الحلقة هاخد أخر تليفون أخ محمود ويريد يعني احنا قدامنا خمس دقائق يكون الكلام بإيجاز تفضل أخونا الحبيب أخونا محمود من كاليفورنيا تفضل تحياتي من مرد من مرد ابنه وذكر أبو لهب وما ذكر الأنوب ببيح الصحيح يعني كيف ربنا بينسى بعدين هل في علاقة بين تكملة القرآن وبين مايكل جاكسون لأنه أمه كل مايكل جاكسون بتطلع أغنية بتقول هذه تتم للألبوم يعني هل احنا القرآن لسه في تتم وراح يعني ينتهي في فترة أمتى رح ينتهي تكملة القرآن هذه وحدة والثانية الآن بعد زيارة بابا البتكان لمصر وزيارة ملك الأظهر للبتكان هل رح يتنزل ويصير يزور الكنائس القبطية في الأعياد تبحهم وهل رح يغير مناهج الأظهر وخصوصا كتاب الإقناع وكتب الفرشاء لأوسامة ابن زيد وعقباء ابن نافع إذا فتحت هذا الكتاب يا أخ أندرو حتتفر في كل الإسلام لما بقولك الأظهر مسموح للمسلم أنه يستنزي بأوراق التوراة والإنجيل إذا ما وجد ماء للصلاة أفيدونا وبعدين فين يهود السمرة في فلسطين بقولك أنه إحنا موجود عندنا التوراة الحقيقية وبقولك أن المسيح نزل مرة ومسرحية مرة تانية إحنا محترين وابحون أشكرك جدا ربنا يبركك أخي محمود أخواتي المسلمين أرجو أن يكون الملاحظات اللي قناها في الجزء الأول في حلقتنا ونستكمل موضوع كبير قوي ما زلنا متوقفين عند سارد روايات الإسراء والمعراج أنس بن مالك ونكلم عن مالك ابن الصيصة ونكلم عن أمهاني ونكلم عن حاجات كثيرة جدا ونفند ونشوف الروايات واختلافتها واختلاف الروايات أنفسهم في روايات الإسراء أن نكلم عن التاريخية المسجد الأقصى تزوير التاريخ أن نكلم عن الخرافة الجزء اللي لمسته اللي أختلون فكل ده سيكون في الجزء الثاني اللي هو الأسبوع القادم بنعمة ربنا أنا نفسي أقدم الحلقة دي لإخواتي وقالي المسلمين من فضلك الأسئلة اللي أنا طرحتها اكتبها روح بيها إلى شيخ الأزر أو أليا دكتور أو أليا إمام جامع إن وجدت لها جواب من فضلك احرص أنك تدخل الحلقة القادمة وتقدم لنا الإجابات وتفند كل الحجج والبراهين اللي قدمناها لكن لو ما لقيتش جواب من فضلك استخدم عقلك بلاش تمشي بالبرقة بلاش تعيش بالبرقة ده موضوع خلاص أبدي دي موضوع حياة أبدية ما تركنش على البرقة ما تركنش على الإسلام الجميل صلى وصوم وحج وزكاة وأنت مش عارف أي حاجة في أي حاجة وقرآن مليان بالخرافات ومحمد ما إلا عمل أنه نقل الممارسات الوسانية ودلها صبغة دينية وخلها فرائد إسلامية من فضلك ابحث وفتش مفاجئات كتيرة جدا حول قصة الإسراء والمعرج هنقدمها الأسبوع القادم تابعونا وإن وجدت أجابة على الأسألة التي طرحناها ادخل الأسبوع القادم وقدم لنا الجواب أنا بشكركم على مطابعكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر والرب معكم مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخذوع أو بخرف أبداً ولا عقلي سافر سافر أبداً أبداً أنا مش كافر أنا مش كافر أنا مش كافر